تتواصل الحملة الوطنية لتطعيم ضد فيروس كورونا بمملكة البحرين بوتيرة متسارعة حيث أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات التطعيم بلغت حتى مساء أمس الخميس 305,619 شخصا وتبين من الإحصاء الرسمي للفريق الوطني أن عدد من تلقوا التطعيم مساء أمس بلغ 1657 حالة تطعيم هذا وتوفر مملكة البحرين خمسة لقاحات بشكل اختياري ومجاني للمواطنين والمقيمين في الوقت الذي سيتم فيه استخدام 300 ألف جرعة إضافية من التطعيم خلال شهر مارس الجاري ترجمة لجهود المملكة في تكثيف البرنامج الوطني للتطعيم أشددت وزارة الصحة على أهمية مبادرة جميع أفراد المجتمع للتسجيل لأخذ اللقاح بما يسهم في دعم الجهود المبذولة للتصدي للجائحة واكتساب مناعة مجتمعية كافية لمنع انتقال الفيروس